وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح بلغ خمسمائة وثمانية وسبعين ألفا وخمسة وثمانين شخصا فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية أربعمائة وثلاثين ألفا وستمائة وواحد وستين شخصا هذا وجددت الوزارة دعوتها لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للجميع بمن فيهم المتطاعمين لافتة إلى همية وقف التجمعات العائلية ومراعاة التباعد الاجتماعي كوسيلة هامة لخفض معدلات انتشار الفيروس